أي جدوى للقوانين الدولية؟ لعل هذا السؤال أكثر الأسئلة جدلية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة عدوان أعاد ورسخ قناعة سابقة بأن تل أبيب فوق أي مساءلة دولية أو محاسبة حقيقية جرائم الاحتلال الإسرائيلي الوحشية بحق الفلسطينيين يشاهدها العالم أجمع يشعر بها ويعيشها ولو من بعيد يتأسف عليها يندد بها المجتمع الدولي ويستنكرها ولكن هل من رادع فعلي لها؟ لقد أثبت التمادي الإسرائيلي في انتهاك القوانين والمواثيق الدولية هشاشة المؤسسات الدولية وضعفها على امتداد الأشهر الماضية بدأ بشكل واضح ولا لبس فيه مدى التسيس الذي يضرب عمق المؤسسات الدولية ما يجعلها صورية لا أكثر ولسيما مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية في ظل عدم قدرتها على اتخاذ إجراءات راديعة وحاسمة توقف إسرائيل عن إبادة شعب بكامله هذا الضعف والتخاذل الدوليين رفع منسوب الاستخفاف الإسرائيلي بالشرعية الدولية على الصعود كافة في الساعات الأخيرة وحدها استهدفت إسرائيل القنصلية الإيرانية في دمشق في عدوان هو سابقة من نوعه وضرب علني وموثق للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ولسيما أن الهجمات على الدبلوماسيين أو المقر الدبلوماسية تنافي اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 هذا في دمشق أما في غزة وفي إطار استخدام تلابيب الغذاء كسلاح حرب ارتكب الاحتلال مجزرة بحق فريق إغاثة دولي في دير البلحة علما أن أعضاءه هم من حاملين جنسيات الأجنبية المزدوجة الأسترالية والبولندية والإنجليزية وغيرها في أحدث هجوم علني على المنظمة الإنسانية وحشية الاحتلال الإسرائيلي التي برزت في أبشع صورها في الساعات الأخيرة هي جزء من ارتفاع منسوب مغامراته التي قد تذهب بالمنطقة إلى تصعيد خطر هششة المنظومة الدولية من المؤكد أنها ستؤدي إلى مزيد من هذا التهور غير المحسوب والخرق لقواعد القانون الدولي ولكن هل يؤسس العابث الإسرائيلي وتخطيه كل الخطوط الحمر من دون محاسبة لاندلاع حالة من الفوضى العالمية ولتقويد لأسس الأمم المتحدة